بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا على كل اللي بيسمعني معكم الوصفة من قناة تيوك اللي بيسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعل القرص حب اعرفوني في قناة ثانية اسمها تيوك معرفة ممكن توصلوا لي عن طريق فتح قناة تيوك فتحوا هذه القناة اسفل الفيديوهات عندي فيديوهات مميزة حتجدوها ولا تنسونا باللايك تقديرا منك عن مشهود المبزول اليوم قصة عن الغش في الامتحان بنمط سردي مع الوصف والحوار ونمط سردي فقط الاثنين في فيديو واحد موجود في القناة قصة عن الغش في الامتحان انا نزلته العام الماضي بنمط سردي واليوم قصة اخرى بطريقة اخرى عن الغش في الامتحان يا رب اتعجبكم لو ممكن تفتحوا الفيديو الاخر للاطلاع عليه اذا تريدوا القصة الاخرى شاهدوا الاثنين واختاروا اللي تعجبكم القصة اللي تعجبكم نبدأ كده في قرائة القصة الاولى قصة عن الغش في الامتحان نمط السردي ذات يوم من كانت هناك تلميذة تدعى سلمة فتاة مشتهدة للغاية واختها سوها اختها التوأم وبالرغم من ان سوها اخت سلمة التوأم الا انها لا تحب المذاقرة ودائما ما تعتمد على اختها في الامتحانات حيث ان والدتها دائما توصيها ان لا تمنع عن اختها المعلومات ولا الاجابات حتى تنجح مثلها وتكون معها دائما فهما توأم ويجب ان يكون مع بعضهما دائما وفي اول يوم من امتحانات الثانوية ذهب الاختان معا للامتحانات وكانت سلمة تراجع الدروس والمناهج وكانت اختها تضحك مع رفيقتها كانت اختها تضحك مع رفيقتها وتسخر من اختها لانها تراجع لاخر لحظة قبل الامتحان ثم دخل الجميع الامتحان وبدأ السوها تنادي على اختها لتغش منها ثم شارت سلمة بالتوتر ولكن قررت الهدوء والبدء في ان تجيب وتسترجع المعلومات ولكن سوها لم تترك سوها لم تترك اختها لم تترك اختها واستمرت بافعالها حيث لاحظ المراقب المعلمي اللي واقف على التلاميذ او طلاب في الامتحان وبدأ يحذرها حتى حتى انتهى الوقت ولم تكتب سوها اي شيء ودموع الحصر على وجهها والندم يحاصرها وبالفعل نجحت سلمة ولكن سوها لسبته وهذا جزاء الغش والاستهضار طبعا القصة بنمط سردي والنهاية نهاية حزينة تمام القصة الاولى نسبت التليفون نقف لحظات على النمط السردي ربما يكون شخص يريد تلميذ او تلميذة يريد هذه القصة وضيفت لها وصف وضيفت لها حوار تمام ندخل على القصة او جزء ثاني هي نفس القصة ولكن ضيفت لها السرد وضيفت لها الوصف و الحوار ذات يوم كانت هناك تلميذة تدعى سلمة فتاة مشتهدة ولديها اخت تدعى سوها اختها التوأم ولكن سوها كانت لا تحب المذاكرة ودائما ما تعتمد على اختها في الامتحانات حيث ان والدتها دائما توصيها ان لا تمنع عن اختها المعلومات ولا الاجابات حتى تنجح مثلها وتكون معها دائما وعندما جاء مواد امتحانات السانوية كانت سلمة تذاكر وتراجع الدروس واما سوها كانت تضيع وقتها على الانترنت والتليفعز وفي اثناء وقت دخول الامتحان ذهب الاختان الامتحان وبدأت سوها تنادي على اختها لتغش منها فشعرت سلمة بالخوف واصبح وجواه الشعب بالقلق والارتباك ولكنها قررت الهدوء وبدأت تجيب وبعد نصف الوقت كانت سلمة قد انتهت من الاجابة ثم التفتت ثم التفتت لاختها التي قالت لها ساعديني وقولي لي الاجابات ولكن المعلم لم يعطي لهم الفرصة فقالت لها سامحيني لن استطيع واكتبي اي شيء فذهب الاختان الى والدتهم وكانت سوها تبكي والحزن يسيطر على قلبها فحكت سلمة ما حدث فشعرت الام بالندم لانها لم تزرع في سوها حب المذاقرة والاهتمام بالدروس وعدم الغش وفي الاخير نجحت سلمة ولكن اختها رسبت نهاية غير سعيدة تمام لو تريدوا نهاية سعيدة ممكن تغير النهاية وتغير في القصة لكم مطلقوا الحرية نضع خط تحت الوصف والحوار وصف وصف لدينا ايضا الحوار هنا الحوار الحوار بين الاختين بين الاختين السوها وسلمة في الاسناء الامتحان تريد ان تغش منها فلم تستطيع ان تعطي لها المعلومات والاجابات فقالت لها حوار برضو قالت لها سمحيني لن استطيع اكتبي اي شيء برضو حوار وجهها يشع بالقلق تعبير مجازي وصف وجهها يشع بالقلق والارتباب او القلق والخوف والتوتر تعبير مجازي استعارة شكرا شكرا على الحسن الاستماعي رب تكونوا استفادتموا الفيديو وتستفيدوا اكثر ان شاء الله اراكم في الفيديوهات القادمة مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة